مرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون ميليشيا الحوثي تضع شرطا جديدا على أساتذة جامعة صنعاء نصف الراتب مقابل أسئلة الامتحانات صحيفة في تعز تتحدث عن قرية لا يتجاوز سكانها العشرات يقصفها الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا الواشنطن بوست تقول إن صالح العقبة الأكبر في وجه السلام وتصفه بالأب الروحي للفوضى وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي الإيطاليون يقفزون إلى النهر احتفالا بالعام الجديد البداية من موقع الموقع بوست والذي تابع انطلاق بث أول قناة إخبارية يمنية على مدار الساعة عن هنا في صفحة الرئيسية قائلا قناة بلقيس تبدأ بثها المباشرة لنشراتها الإخبارية على مدار الأربع والعشرين ساعة وقال مدير عام قناة بلقيس أحمد الزرقى إن تتشين البث الإضافي للنشرات يأتي في سياق سعي القناة لتقديم خدمة إخبارية متواصلة لجمهورها ولمتابعة التطورات في كافة المجالات وأكد مدير القناة على الاستمرار في العمل وفق المعايير المهنية الفنية العالية لضمان تقديم رسالة إعلامية واضحة وقريبة من تطلعات اليمنيين وهمومهم يتابع الموقع كانت قناة بلقيس قد أطلقت خدماتها الإخبارية في مارس 2015 بواقع 12 ساعة بواقع 12 ساعة فيما تم توسيع البث إلى 18 ساعة في مايو عام 2016 وبتتشين اليوم تكون بذلك أول قناة إخبارية يمنية تبث على مدار الساعة سياسيا يضع موقع الصهاري جنيوز تساؤلا في صفحتي الرئيسية قائلا ما تفاصيل الملف الذي يحمله ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء هذه المرة قال الموقع يسود صنعاء تفاؤل حذر مع أنباء مفادها أن المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سوف يستأنف اتصالاته الأسبوع المقبل للتحضير لجولة من المشاورات تواكب عمل اللجنة العسكرية المكلفة بالتثبيت وقف إطلاق النار ومن المقرر وفقا للموقع أن يقوم المبعوث بتسليم خريطة الطريق المعدلة رسميا إلى حكومتي عدن وصنعاء وبناء على استجابة الطرفين يتم تحديد موعد للاستئناف لهذه المحادثات وقالت مصادر المبعوث الأممي وبالتعاون مع الدول الرعية للتسوية استكملوا التحضير لتدريب اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان على ألية تثبيت وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من إبريل الماضي في منطقة ظهران الجنوب السعودية بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة إغراق البلد في الدم خاطب الصالح اليمنيين في مناسبة استقبال العام الجديد وكأنه يقول لهم لا تنتظروا من العام الجديد غير ما ذقتموه من عذاب وخراب في العام الذي تودعونه هكذا بدأ السياسي ياسين سعيد نعمان مقاله تحت عنوان كل سقوط يشبه صاحبة والذي تحدث فيه عن كلمة ألقاها المخلوع صالح ونشره الموقع مصدر أونلاين حتى الكلمة الطيبة في مثل هذه المناسبات يستخسرها التغاة حينما ترتعش سيقانهم بعد انهيار سلطتهم ماذا ننتظر من من ظل يتخبط في تاريخ من التناقضات وبعد أن أصبح يحيط به المتزلفون والحمقى وتجار البضاعة الرديئة من الفاسدين الذين لم يجدوا لبضاعتهم سوقا إلا في حضرته ماذا ننتظر منه غير أن يسلم أمره لأمثال هؤلاء ليجره بدورهم إلى القاع الذي جاء بهم منه ربما كان هذا الخطاب هو الوصلة الأخيرة من المجهد الذي يقوده إلى هذا القاع خاصة وأنه يلخص أهداف الحرب في إسقاط كافة المرجعيات التي يتطلع إليها اليمنيون لإنهاء الحرب وأسبابها والعودة إلى عملية السلام هل يعقل أنه لا يوجد بين من تبقى من معاونيه من يسأله عن البديل الذي يساقون إليه بعد أن أعلن مسؤوليته عن الحرب برفضه لكل هذه المرجعيات التي يعول عليها وحدها في تحقيق السلام هكذا ينتهي الطغاة إلى أيدي العابثين يبدأ معهم لعبة تفريغ الملعب من كل من يتجرع من معاونيه على المناقشة أو الاعتراض وتستهويه السخرية من هؤلاء الذين جلبهم من القاع فإذا بالمعادلة كلها تنقلب رأسا على عقب فبينما كان أولئك يدارون على جوهره بما امتلكوه من إمكانيات وقدرة على تسوية العيوب أو تحويلها إلى إيجابيات إذا بهؤلاء الذين استجلبهم للسخرية يكشفون جوهره الحقيقي بسلوكهم وبذاءتهم شهدنا سقوط كثير من الطغاة ورأينا كيف أن كل سقوط يشبه الصاحبة قراءة الخارطة العسكرية لليمن خلال عام 2016 تشير بوضوح إلى انحسار رقعة سيطرة الحوتيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله الصالح إلى جانب تنظيم القاعدة ووفقا لموقع يمن مونيتر فقد قابل ذلك توسيع القوات الحكومية من دائرة سيطرتها وتحريرها للبلدات في معظم المحافظات وقال الموقع أيضا تسيطر القوات الحكومية على ثمان محافظات تمثل قرابة ثمانين بالمئة من الأراضي اليمنية ويأتي سمود الرئيس اليمني عبدالرب منصر هادي في إقامة دائمة في مدينة عدن الجنوبية أحد أبرز الإنجازات العسكرية في مواجهة الحوتيين وتأكيد تأمينها من الهجمات الإرهابية يضيف الموقع استطاع الجيش والمقاومة الشعبية أن يوسع خارطة سيطرتهما ويحرز تقدما نوعيا في تخوم محافظة صنعاء من الجهة الشرقية والجنوبية وحتى الساعات الأخيرة لعام 2016 كان الجيش اليمنية تقدم نحو نقيل من غيلان أقرب المناطق إلى الصنعاء العاصمة يتابع يمن مونيتر لم يحقق الحوثيون تقدما ملحوظا طوال العام 2016 فيما تمكنت القوات الحكومية من تحرير عشرات البلدات ومئات القرى لتصل إلى تخوم العاصمة صنعاء قرية صغيرة تقصف بصواريخ الكاتيوشا ووفقا لصحيفة تعز فإن قرية الصياح في منطقة الربيع غرب المدينة تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في بعض المواقع في الربيع ووفقا للصحيفة فإن القصف أدى إلى تدمير منزلين واستشهاد وجرح عدد من الأهالي ذات الصحيفة قالت ميليشيا الحوثي والمخلوع قامت بقصف قرى الضباب بصواريخ الكاتيوشا وسقوط عدد من المدنيين في عداد الجرحة كما تعرضت الأحياء السكنية المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي واللواء لقصف من ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في جولة الخمسين شمال غرب المدينة موضوع خاص عن مدرية الصلو وما تعرضت له عنوان موقع الاشتراكينيت حول ذلك الصلو معارك قتلت مئات المدنيين وشردت الألاف يقول الموقع الصلو المدرية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تاعز تعد هدفا رئيسيا للميليشيات في محاولة منها لإسقاطها وتشهد المدرية معارك كر وافر في محاولة من الميليشيا لاستعادة مناطق كانت تسيطر عليها ووفقا لمصادر في الاشتراكينيت فإن الميليشيات تسيطر على المجمع الحكومي للمدرية وهو الواقع في دمنات خدير بالإضافة إلى عزلة الشرف وقرية الجود الواقعتين في إطار المدرية ويقول الموقع إن أكثر حادثة مأسوية علقت في أذهان الأهالي هي عندما استيقظ سكان قرية الشرف في التاسع والعشرين من أكتوبر العام الماضي على فاجعة وهي استهداف بيت المواطن عبدالله عبد حمود الشهابي الذي توفيه وزوجته وثمانية من أبنائه وحفيدته منار ذات الثمانية أعوام السلاح مصدر قوة وبقاء للحوثيين تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في صحيفة العرب وقال في أجزاء من المقالة بدون السلاح لا يشكل الحوثيون شيئا ذلك أنهم أقلية في النسيج الاجتماعي ولا يستطيعون الفوز بأي انتخابات أو حتى الحصول على نسبة مقبولة وهذا سر رفضهم التحول إلى حزب سياسي يمارس عمله في إطار القانون ورقابة الدولة هذه القوة العسكرية راكموها منذ تسعينيات وتطورت أكثر مع اندلاع الحرب الأولى مع الدولة عام 2004 التي شهدت تمردهم المسلح وتنامت قوتهم بمختلف أنواع الأسلحة سواء بالشراء من السوق المحلية أو اغتنام أسلحة الجيش اليمني طوال الحروب السيت والأهم من ذلك تلقيهم الدعم من قبل حليفهم الحالي الرئيس المخلوع صالح في عام 2014 حدث تحول كبير وانفصلي في تاريخ ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران بعد تمدد نفوذها الجغرافي خارج معقلها الرئيسي بمحافظة سعدة إلى محافظة عمران المجاورة ثم العاصمة صنعاه وسولا لتمددها عقب الانقلاب بأنحاء البلاد قبل تراجعها نتيجة هزائمها أمام مقاومة اليمنين بعد قرابة العامين من الحرب وتدخل التحالف العربي والحديث عن إضعاف القوة العسكرية الإنقلابيين نتيجة ضربات الطيران تبدو الصورة مختلفة التفكير بأي نهاية للحرب بالتسوية السياسية دون الأخذ بالاعتبار قضية السلاح وضرورة تجريد الحوثيين منها يجعلهم أكثر خطورة مستقبلا على استقرار اليمني والجوار الخليجي من موقع المشاهد نت نقرأ هذا العنوان من عدن إلى جيبوتي رحلات الموت على ظهر سفن نقل المواشي قصص مأساوية ينقلها المشاهد عن معاناة اليمنيين الذين يسافرون عبر البحر إلى جيبوتي ومنها يتجهون إلى أمريكا أو الهند أو غيرها فالبعض يسافر من أجل الدراسة وآخرون مرضى والبعض من أجل متابعة السفارة الأمريكية في جيبوتي يحكي أحد المسافرين للمشاهد معاناة ركوب البحر على ظهر السفينة حيث تبدأ معاناة المسافر والهارب من جحيم الحرب في اليمن عبر ميناء عدن بعملية الحجز وقطع التذاكر من مكتب وحيد في عدن يتابع في هذا المكتب يقول لك المسؤول لا يوجد مقاعد شاغرة ولكن سنبحث لك عن مكان بالقرب من القبطان وعليك أن ترجع إلينا بعد ساعة فقط يقول أحد المسافرين للموقع إن تكليف الرحلة تتراوح بين 130 و110 دولار وهي خاضعة لمزاج منظمي الرحلة موقع مصدر أونلاين تابع جانبا من معاناة أساتيدة جامعة صنعاء قائلا العنوان يقول الحوثيون يشترطون على أساتيدة جامعة صنعاء يشترطون نصف الراتب مقابل تسليم أسئلة الامتحانات قال الموقع إن رئاسة جامعة صنعاء المعينة من قبل جماعة الحوثيين أصدرت تعميما إداريا يقضي بمنع تسليم نصف الراتب المزمع صرفه لأساتيدة الجامعة خلال الأيام القادمة إلا بشرط وهو تسليمهم أسئلة الامتحانات وبحسب التعميم الذي أصدره رئيس الجامعة فوزي الصغير فإن ذلك الأمر جاء بناء على توجيهات من جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وكانت نقابة هيئة التدريس في الجامعة أصدرت في وقت سابق تعميما بعدم تسليم أسئلة الامتحانات حتى تحقيق مطالبهم بصرف الرواتب التي لم يستلموها للشهر الرابع على التوالي يبدأ اليوم الأساتذة في جامعة صنعاء تعليق الشرات الحمراء في إطار فعاليات الإضراب احتجاجا على عدم صرف الرواتب وقبل أن نقرأ ما لدينا من الصحف العربية فاصل ومن ثم نواصل فابقوا معنا إلى الصحافة العربية مشاهدين نذهب في هذه الجولة حيث وصفت صحيفة أمريكية الدكتاتور اليمني السابق علي عبدالله صالح هو الأب الروحي للفوضى في البلاد وأنه يعد العقبة الأكبر في وجه الجهود الأمريكية للتوسط لإحلال السلام في اليمن ويشكل تهديدا لنفوذ واشنطن في الشرق الأوسط وجاء في تقرير صحيفة الواشنطن بوست الذي حمل عنوانا المخلوع بعد الربيع العربي الدكتاتور السابق يعود إن صالح سبب في تراجع الجهود الأمريكية لاحتواء فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي ينظر إليه المسؤولون الأمريكيون على أنه الفرع الأكثر خطر للقاعدة بصورة جذرية بدأ التقرير بدأ بوصف صالح أثناء توقيع اتفاق المجلس السياسي وقف صالح وراء كرسي يراقب أنصاره والحثيين وهم يوقعون اتفاق تقاسم السلطة وذلك من أجل حكم البلاد دون اكتراث بأن محادثات السلام كانت جارية في ذلك الوقت أو أن الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من أن الاتفاق ينتهك الدستور يقول مسؤولون ومحللون إن الدكتاتور صالح يستفيد من فوضى الصراع وضعف الخبرة السياسية للثوار من أجل تعميق نفوذه تتابع الصحيفة الأمريكية اعتاد الصالح على الغموض والأزمات والخوف ويقول بعض المحللين أنه يزدهر خلال هذه الظروف عنوانت صحيفة العرب الجديد في إحدى صفحاتها حراك تجري في المناطق المحررة وأزمات بأسواق الحوثيين تقول الصحيفة تشهد مناطق الحكومة اليمنية الشرعية حراكا تجريا واستثماريا بالإضافة إلى انتظام نسبي في خدمات صرف الرواتب فيما تعاني المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وفرض إتاوات على المواطنين الذين يتهددهم الجوع والمرض تضيف العرب الجديد جاءت عودة حكومة الرئيس عبدرب منصور هادي إلى مدينة عدن وتأكيدها على الاستقرار فيها بشكل نهائي لتمنح ثقة للقطاع التجاري وتحدث نشاطا تجاريا ملحوظا لتخفف من تداعيات حالة الركود اتجهت الحكومة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات لجذب الاستثمارات كما بدأت وأن مشروعات تجارية وصناعية وسياحية ستعود إلى العديد من المحافظات المحررة عقب تحقيق حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة تتابع الصحيفة لا تزال العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين بدون كهرباء وتغرق في الظلام منذ إبريل 2015 كما أن القطاع التجاري يشكو من تزايد الابتزاز وفرض الإثوات والجبايات ما أدى إلى إغلاق عشرات المحلات التجارية وداعا للثورات هذا ما اختاره الكاتب في صحيفة العرب الجديد أياد الديلمي ليكون عنوانا لمقالة والذي قال فيه كلما مرت على ذكريات السنوات التي تلت 2011 أكاد أوجا لا أصدق أن كل ذلك مر معنا ستحتار حروف التاريخ وهي تروي للأجيال كيف أن روسيا التي قتلت من السوريين الآلاف عبر طيرانها الذي ساند نظام الأسد تحولت بين ليلة وضحاها إلى طرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار ونشرت قواتها الصديقة في أرجاء حلب أما إيران فسيكون التاريخ وقتها قد وجد العديد من الإجابات على دورها ضد العرب عموما والعراق وسورية واليمن تحديدا سيكتب التاريخ أنها كانت أداة أخرى من أدوات الثورة المضادة فهي كانت تريد استعادة فارسها وكسرها الذي هزمه المسلمون في القادسية فوجدت فيها أمريكا حصان الطروادة جديدا قتلت بها من تريد وشردت من خلالها من تريد قبل أن تنقلب عليها وتبدأ بتقليم أظافرها لن يلعننا التاريخ لأننا خرجنا بثورات فشلت أو بالأحراء فشلت على العكس سيقول إننا كنا أمة مرضت وحاولت أن تتعافى فقتلت ودمرت وشردت ولكنها بقيت عينا تقاوم المخرز وهذا قدرها قالت صحيفة الخليج الإماراتية إنه في ظل جهود إعادة الحياة إلى اليمن الحكومة اليمنية تعتمد طباعة كتاب مدرسي جديد حيث وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبد بن دغر وزارة المالية باعتماد طباعة الكتاب المدرسي ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم للعام الجديد 2017 المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي محمد باسليم قال إن فرع صنعاء سيتولى تغطية احتياج أقليم آزال سبا تهامة من الكتاب المدرسي فيما سيخصص إنتاج فرع عدن لتغطية احتياج مدارس إقليمي عدن والجند أما فرع المكلة فسوف يخصص إنتاجه لتغطية احتياج إقليم حضر موت واعتبر باسليم قرار طباعة كتاب مدرسي جديد ردا على ممارسات الإنقلابيين في صنعاء وعلى عبثهم بالمنهج المعتمد في عام 2014 ودس مفاهيم مرفوضة تتنافى وتعليم دين الإسلامي الداعية إلى النبذ الطائفية والفرقى عرب بين ضحايا ليلة الرعب في اسطنبول هذا ما عنونت به صحيفة الحياء اللندنية وقالت في التفاصيل ضرب الإرهاب اسطنبول ليلة رأس السنة مخترقا الإجراءات الأمنية في بلد يعيش تحت قوانين الطوارئ قانون الطوارئ منذ نحو ستة أشهر حيث تعرض النادي لعملية اقتحام فتح خلالها المهاجم النار على المحتفلين بحلول العام الجديد ما أصفر عن سقوط ما لا يقل عن تسعة وثلاثين قتيلا وخمسة وستين جريحا وأفاد التقارير بأنه إضافة إلى الأتراك فإن من بين القتلى ستة عشر أجنبيا معظمهم من السعودية والأردن واللبنان والليبيا والمغرب وأعلن مسؤول في السفارة السعودية أعلن في السفارة السعودية مسؤول في أنقرة أن عدد القتلى السعوديين بلغ سبعة أشخاص من بينهم سيدة وإضافة إلى أحد عشر مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات تطنبول على الفور وإلى إصابة أيضا واحد منهم وهي خطرة أضفت الصحيفة أن من بين القتلى ثلاثة لبنانيين وثلاثة أردنيين وقتلين تونسيين وليبيا وضحايا من المغرب ونقل الخمسة إلى المستشفيات من إيطاليا وبمناسبة العام الجديد عنوانت صحيفة القدس العربي إيطاليون يحتفون بالعام الجديد بالقفز في النهر نهر التيبر في إيطاليا تقول الصحيفة قفز عدد من الإيطاليين يوم الأحد أول شهر يناير في نهر التيبر من فوق أحد الجسور احتفالا بقدوم العام الجديد تضيف الصحيفة يعد القفز للغطس في نهر التيبر احتفالا بالعام الجديد تقليدا سنويا مستمرا منذ عام 1946 حيث شارك هذا العام أربعة غطسين قفزوا من فوق جيسر كافور في قلب العاصمة الإيطالية روما من ارتفاع بلغ 17 مترا طرح ديفيد إكسل رود الصحفي الديمقراطي سؤالا على الرئيس أوباما في مقابلة إذاعية في الأيام القليلة الماضية يتعلق بالضعف الذي يخفيه السياسيون ذكر الصحفي أن معظم السياسيين لديهم نوع ما من الجروح النفسية التي تحدث في الطفولة وهم يريدون التعويض باستحسان الجمهور وبتأكيد الذات الذي يحققه لهم نجاحهم في الانتخابات المحلل السياسي الأمريكي فرانسيس ويلكنسون كتب عن أوباما كنموذج لأي رئيس وقال في مقال نشرته صحيفة الاتحاد بترتيب خاص مع صحيفة واشنطن فوست السؤال الذي طرحه الصحفي أكسل رود على الرئيس كان سؤالا كبيرا لطالما رودني بشأن أوباما زعم الرئيس في المقابلة أن بوسعه الفوز بولاية ثالثة رغم أنه لم يقل هذا نصا وتصريحه يكاد يكون زهوا صريحا فبعد انتصارين تأريخيين وبعد أن أوشك على ترك المنصب وهو ما زال يتمتع بمعدلات تأييد شعبية واسعة ربما أظهر أوباما القليل من الجراح الطفولية التي وصفها أكسل رود واسترسل الصحفي الأمريكي قائلا إنما قصده حينها إنه لم يكن يعتقد أن أوباما لديه هذه الحاجة للتعويض التي لدى كثير من السياسيين الذين يخوضون السباق على الرئاسة وتعجب من افتقار أوباما لهذه الحاجة للتعويض رغم أن والد أوباما تخلى عنه وهو في الثانية من العمر وأن أمه رغم أنها كانت تحبه لكنه ابتعد عنها لفترات طويلة من الوقت ومضى أكسل رود يقول لو أن المرأة فحص هذه الحقائق لقال إن هذا الشخص سيكون لديه حاجات كثيرة حقا لتعويضها لكن أوباما أجاب بنقاط قليلة أولها أن شخصيته اتخذت وقتا طويلا لتتطور لأنه حقق النجاح متأخرا نسبيا في حياته وثانيا أنه شعر بأن أمه كانت تحبه بلا شرط رغم غيابه الطويل عنها وثالثا حقق زواجه من ميشيل الاستقرار له بينما يحتفل العالم بالعام الجديد يحاول آخرون تحدي الظروف القاسية في أماكن نزوحهم كما هو الحال مع نازحي الموصل في العراق والذين يعيشون ظروفا صعبة في مخيمات النزوح منها الوحول التي غطت أماكن سكنهم التي غطت أماكن سكنهم نتابع معكم هذه الصور من صحيفة العرب الجديد ترجمة نانسي قنقر لم يبقى سوى الكاريكاتور مشاهدة ممتعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر